مش صعب ممكن يكون عندنا مشاكل تحكمية تحصل في المباراة على فكرة لكن في نفس الوقت لو التوفيق معنا نقدر نكسب النهاردة مش أقل من 2-3-0 وده اللي حصل اللي هي لقدر يكسب 2-0 وعشان جدا تاخدوا بالكم من البداية لعبة الأهل نزلة مركزة مع التفاصيل الخاصة بالقرارات التحكمية لأن نخدوا بالكم الفكرة بالنسبالي مش اللي حكم برتغالي ده ده مش وارد بالنسبالي أنا راجل اشتهلت في المجال ده 16 سنة لغاية دلوقتي وبتشرف أن أنا منتمي بالتأكيد للنادي الأهلي لكن في نفس الوقت أن المنافس يكون مدرب برتغالي والحكم برتغالي مش ده المقياس بالنسبالي المقياس بالنسبالي إيه؟ الحكم اللي جاي لما أجيب حكم أجنبي لمباراة الأهل والزمالك لازم أجيب حكم سيفي بتاعه أعلى حاجة حكم مصنف حكم من الإليت إيه؟ إنه هم النغبة اللي موجودين في الاتحاد الأوروبي حكم مرشح كاس عالم يبقين أنا عندي كاس عالم خلاص بعد أقل من شهر فبالتالي لما تبص على الدولة اللي تم اختيار منها تقم التحكيم مش على الخريطة مش على خريطة التحكيم يعني دولة البرتغال على خريطة التحكيم مش موجودة أصلا بعيدة تماما ولما تبص على القائمة الدولية للحكام البرتغاليين الحكم ده يجي في الترتيب الرابع والخامس مش الأول حتى كمان في القائمة الدولية يعني مستوى الفني رابع أو خامس في القائمة الدولية تبص على المباراة اللي قدرها إيه ده؟ مفيش ولا مباراة دوري أبطال أوروبا؟ الراجل الدولي بقاله سبع سنين مفيش ولا مباراة دوري أبطال أوروبا؟ حتى التصفيات الأوروبية